في البداية قبل ما خش في تفاصيل الحلقة لازم أبارك لمنتخب مصر التاهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات المنديال أكيد البعض فينا بيهاجم كروش وبتكلم على مستوى الفريق واستبعاد اللعيبة لكن في النهاية الحكم بيكون على النتائج والراجل أكيد حقق المطلوب لاتحد دلوقتي مش مطلوب في المرحلة الأخيرة من التصفيات غير الدعم والمساندة أكيد كماهير مصر لازم الفترة اللي جاية ندعم لعبتنا ندعم فريقنا بشكل كبير كلنا نحلم نوصل لكاس العالم للمرة التانية على التوالي مش لازم نستنى فترة طويلة جدا عشان نوصل لكاس عالم لازم يبقى فيه مساندة ومساندة قوية يمكن احنا فترة من الفترات من 2006 إلى 2010 اعتقد كان فيه واضح الجماهير مرتبطة بالمنتخب بالأداء كان فيه حالة جميلة بالنسبة لمنتخب مصر ان شاء الله اتمنى ترجع الفترة اللي جاية بدأ جماهير مصر دلوقتي يبقى متواجدة في المدرجات دعم كبير جدا المساندة كبيرة جدا لكل احنا هدفنا الوصول لكاس العالم بقى على المنديال زي ما قلت مباراتين بغض النظر على المنافسة عندنا سقة كبيرة في لعبتنا والجهاز الفني عندنا لعبة كبيرة ولعبة عالمية طبعا نجميلة كبيرة كابتن محمد صراح كيد كمان لما المنتخب مصر بيوصل كاس عالم النتائج بتتحسن ده كمان بيبقى حاجة رد فعل أو حاجة كويسة بالنسبة لنجميلة كبيرة ان شاء الله كمان اللعيبة كلها يبقى عندها نفس الإصرار ونفس التركيز اللي شفناها الفترات اللي فاتت رغم زي ما قلت في البداية فيه اهتزاز شوية في المستوى ان شاء الله كان فيه كمان تصريحات الكروش ايمن بيقول ان انا عايز الفترة اللي جاية ان انا اوصل باللعيبة ان ننزل كل مباراة اكسب كل مباراة يبقى عندي اداء مميز زي ما قلت قبل كده كان ده متواجد عندنا في انتخب مصر ايام الكابتن حسن شي حتتمنى الفترة اللي جاية يبقى هو ده هدف اللعيبة لما يكون الجهاز الفني موجود فيه لعيبة كبار وانجوم كبار موجودين وعملوا تاريخ للكرة المصرية كمان مدرب كبير ده كروش اعتقد بإذن الله الاداء حيتحسن وزي ما قلت المساندة مهمة جدا ليه جماهيرنا مساندة مهمة جدا ليه منتخب مصر عايزيني يبقى فيه تكاتف الفترة اللي جاية مش لايش كفاية هجوم على المنتخب احنا عايزين نوصل كاس عالم هو ده المطلوب مننا وان شاء الله نتخطى اي فريق حيابلنا في الجولة الحاسمة في مارس القادم ايا كان المنتخب من التصنيف الاول او التاني لازم نلعب بروح واخلاص وان شاء الله نقدر نعملها ونصعد لكاس العالم بس المطلوب زي ما قلت والمرة التانية دعم الجماهير واللاعبين والجهاز الفني في الجولة الحاسمة اللي هي ده اكيد الجولة المهمة جدا اللي هنوصل بها كاس عالم يمكن ما وفقناش قبل كده في مباراة غانا كان في حصل الحاجات كتير لكن لازم وبقرر كلام للمرة التانية نقف ورا المنتخب خلاص ننسى الفترة اللي فاتت نفكر في اللي جاي خلاص خلصت الفترة كابتن حسام البدري جيك روش في كلام كتير على اداء المنتخب المطلوب مننا احنا مباراتين مباراتين توصل كاس عالم بغض النظر من المنافس اللي هتقابله اكيد الفرة كلها قوية الفرة كلها هتبقى مستعدة بشكل قوي لكن ان شاء الله يكون كلنا عندنا ثقة وثقة كبيرة للمنتخبنا ترجمة نانسي قنقر